من جديد يضرب الإرهاب في أوروبا مستهدفاً المدنيين العزة هذه المرة كان الاعتداء من نصيب مدينة برشلونة الإسبانية حيث دهس شاحلانتون صغيرة حشداً من السابلة في جدة ليس رامبلاس المكتظة بالناس وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ ورجال الشرطة إلى مكان الحادث فأخلت ساحة بلازا كاتالونيا الكبيرة المجاورة للجدة ومحيطها لمسافة 200 متر السلطات الأمنية أعلنت أنها سارعت إلى تفعيل بروتوكول الهجمات وأنها تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي رغم عدم علمها بالدوافع التي تتقف وراءه مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع باستطاعتنا تأكيد مقتل شخص وإصابة 32 بعضهم في حال حرجة ولسوء الحظ عدد القتلى مرشح للزيادة ستجمد برشلونة كل النشاطات الترفيهية وكل الاحتفالات ونطلب التعاون التام معنا وعدم حضور هذه النشاطات حالة من الرعب دبت في صفوف أبناء المدينة الذين لم يعرفوا كيف يتصرفون من شدة الهول التي خلفها الاعتداء كان هناك حالة إرباك عامة أمرت الشرطة بإغلاق المطاعم تم إجلاء جميع المدرجات والناس في حالة هلع وذعر لا يعرفون كيف يتصرفون أو كيف هي ردة الفعل بعض وسائل الإعلام الإسبانية تداولت خبرا مفاله أن السلطات تشتبه بتنفيذ الرجلين للاعتداء اسمه أحدهما هو إدريس أو كبير مشيرة إلى أنه مغربي الأصل ومقيم في إسبانيا وبينما أكدت الشرطة اعتقال شخص على خلفية الهجوم لم تشر إلى تفاصيل أخرى بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر